موسيقى كاستراتيجية وتحالف استراتيجي مع يوسف الشهر ومن حول الزهوم احنا اكثر حزب منذ مؤتمرنا تأسيسي جميل 2016 قلنا في لواء حزبنا وفي مؤتمرنا تأسيسي الهدف متاعنا هو انه العائلة الوسطي التقدمية نمشيه في تجميحها لانه المشهد الحالي ما ينجم يقبله حتى مواطن كما انا سعيد بيشأنه التيار واحزاب اخرى ايضا تجتمع في قطب سياسي اكبر شنو المشكل خلي المواطن غدوا يكونوا امامه ثلاثة اربع عائلات سياسية ويختار ويحاسب وخلي ونتمنى انه مهما كانت اي عائلة منهم تكون عندها الاغلبية بيش تجرب تنفذ برنامجها على مدة خمس سنوات ويحاسبها بعد الشعب اذا كان نجحت وإلا فشلت اما اليوم بالمجهد الحالي هاكم تشوفوا في الوضعية ما فباش حزب قادر انه يحكم وحده ولا قادر انه يفوز بالاغلبية امام النظام الحالي اللي موجود وخاصة ان القانون الانتخابي الموجود حاليا الكيان السياسي اذا مش كون في شكل حزب يترأسه يوسف الشهد كل الفرضيات ممكنة ينجي بيكون حزب كبير يجمع المشروع وبعض الفاعلين السياسيين لا معناش مشكل في الموضوع ذا وعبر عليه محسن مرزوق في اكثر من مرة وحتى في الاجتماع العام معناش مش مشكل يكون رئيس الحكومي شهد رئيس لهذا الحزب الجديد احنا المشكل امتاعنا اليوم الحقيقي هو انه فما حزب وزنه على مستوى الجسم الانتخابي لا يتجاوز 9% لكنه هو الحزب الاول وماذا عن النداء وعلاقتكم به النداء شوف خاصة سياسية اصبح لا انا مش حكايت احنا ما نتعاملوش بمنطق الخصومة حتى نداء تونس فما ناس في نداء تونس وما زالت معناش معها اشكالية عنا اشكالية مع القيادة الحالية للنداء واللي هي كان تسببش انه احنا ما نتوحدوش مع نداء رغم الشي اللي عملناه خلال الصيفة الاخيرة رفضت انها توخر ولو خطوة مش بحص المرزوق اللي يفضل انه التنازل قيادة نداء هي اللي رفضت انها تقدم تنازلها محتاش الاعلان على الحزب هذا حصول ناصف دي منزلنا ما قلنا اش راني بش نعلونا حزب قلت لك فما ثلاثة فرضيات اما انه يكون حزب اما انه يكون ائتلاف نجبه ندخلو به للمحطة الاتخابية القادمة ولا انه الناس هذي طلت حق بمشروعاتهم موسيقى